نظمت مؤسسة مجلس القبائل والعائلات المصرية جلسة نقاشية من القاهرة لدعم الأشقاء الفلسطينيين في غزة جاءت الجلسة تحت عنوان صوت غزة من القاهرة حيث نقشت الحرب الإسرائيلية المستمرة على غزة وجرائم قوات الاحتلال ضد المدنيين في القطاع يمكن القاهرة وشعب مصر عامة لم يتأخروا عن القضية الفلسطينية من عام 48 مع العلم أن هناك إرادة من العدو والغادر لقتل أبناء فلسطينيين وشباب فلسطين في هذه الأيام نشاهدناها بعد 7 أكتوبر حقيقة كانت مواقف صعبة جدا على الشعب الفلسطيني شفنا المجازر بترتكبها إسرائيل شفنا قطل الأطفال شفنا قطل النساء والمشايخ وهدب المساجد والكنائس في غزة وفي فلسطين عامة إن إسرائيل اليوم تخلق القانون الدولي بلا رادع تضرب بقرارات مجلس الأمن عرض الحائط تبني المستوطنات في خرق واضح للقانون الدولي بدون رد تصادر أراضي الفلسطينيين بدون مساءلة تطرد أهل القدس من بيوتهم بدون حساب تقتل حق شعوب المنطقة في السلام من دون اكتراس تقتل أربعة عشر مدنيا في كل ساعة تسلب حياة امرأة فلسطينية كل عشر دقائق تدمل المساجد والكنائس والمدارس والمستشفيات بدون رادع أثناء لقائنا اليوم تواصل إسرائيل عدوانها الهمجي والوحشي على أشقائنا الفلسطينيين في قطاع غزة ولا شك أننا جميعا نشعر بالألم لمعاناة أقصر من 2 مليون فلسطيني يعيشون تحت الحصار والقصف ولا شك أيضا أن ضميرنا جميعا يرفض ازدواجية المعايير وما يمارسه المعضل من المجتمع الدولي من بعض الحكومات الغربية التي لا تعترف بحق الفلسطينيين في الحياة بنفس القدر الذي تحرس فيه على حياة الأسرى الإسرائيليين فعلى مدى أسابيع يعيش سكان قطاع غزة تحت حصار شرس إن مصر من اليوم الأول لم تكتفي بيه الكلمات أو البيانات ولكن أخذت على عاطقها مواقف وتحرقات شجاعة تؤكد على انفراد الدولة المصرية بإنحيازها لصالح القضية الفلسطينية فعلى مدار 30 يوما يتجدد فيهم يوميا كبح وازدواجية وعجز المجتمع الدولي عن مواجهة آلة القتل الوحشية والإبادة العرقية التي يمارسها الاحتلال السهيوني ضد الفلسطينيين العزل في غزة ورأينا الإنسانية الشعبية تنطفت في كل عواصم العالم في مواجهة خزي وعجز المواقف الرسمية للأنظمة وصمتها عن انتهاكات واضحة للقانون الدولي الإنساني إننا نؤمن أن السلام يجب أن يتكون القيمة العظمى التي نسعى ونبحث عنها جميعا ولكن يجب أن يكون السلام القائم على العدل من أجل الإنسانية ولا يحدث ذلك إلا بإنهاء الاحتلال وجبر الدرار وإقامة دولة فلسطينية لقد عبر مرشحنا السيد عبدالفتاح السيسي وبوضوح عن الموقف المصري المشرف في الأحداث المؤسفة في قطاع غزة فقال منذ اللحظات الأولى وبشكل لا لبس فيه ولا غموض وبشكل علني ومبكر نرفض تصفية القضية الفلسطينية نرفض تهجير أبناء فلسطين إلى أي مكان وبخاصة إلى سيناء نرفض قتل المدنيين بشكل عشوائي وبشكل جماعي نرفض حسار غزة والتضييق الأمني ومنع خدمات المرافق الأساسية الضرورية لأي تواجد بشري وأنه لا مجال لتبرير أي من ذلك بالدفاع عن النفس